خامسا ذكروا ملك عماد الدين قلعة كواشا وملك بدر الدين تلعفر تليعفر وملك بدر الدين تليعفر وملك الملك الأشرف سنجار يقول ابن الأثير كواشا هذه من أحسن قلاع الموصل من أحسن قلاع الموصل وكانت جند الذين بها أخرجوا نواب بدر الدين عنهم فترددت الرسل في عودهم إلى الطاعة فلم يفعلوا ورسلوا زنكي في المجيء إليهم فسار إليهم وتسلم القلعة وقام عندها فأرسل حين إذن بدر الدين لا ننسى بدر الدين هو لؤلؤ فأرسل حين إذن بدر الدين لؤلؤ إلى الملك الأشرف وهو بحلب يستنجده فسار وعبر الفرات إلى حران واختلفت عليه الأمور من عدة جهات منعته من سرعة السير وكان مضفر الدين وكان مضفر الدين قد راسل جماعة من الأمراء الذين مع الأشرف واستمالهم فأجابوه وفارق الأشرف لاحظ كله عبارة عن غدر في غدر وخيانة في خيانة ونكث في نكث يقول وفارق الأشرف ليجتبعوا مع صاحب آمد ويمنع الأشرف من العبور إلى الموصل لمساعدة بدر الدين فلما اجتمعوا هناك عاد صاحب آمد إلى موافقة الأشرف وفارقهم فاضطر بعض أولئك الأمراء إلى العودة إلى طاعة الأشرف وبقي ابن المشتوب وحده فسار إلى نصيبين ليسير إلى أربل فخرج إليه شحنة نصيبين في من عندهم من الجند فاقتتلوا فانهزم ابن المشتوب وتفرق من معه من الجمع ومضى منهزما فاجتاز بطرف بلد سنجار فسير إليه صاحبها فالروخ شاه بن زنكي بن مودود بن زنكي عسكرا فسير إليه عسكرا فهزموه وأخذوه أسيرا أخذوا ابن المشتوب وحملوه إلى سنجار وكان صاحبها موافقا للأشرف وبدر الدين فلما صار عنده ابن المشتوب عند صاحب سنجار فالروخ شاه بن زنكي بن مودود بن زنكي حسن عنده مخالفة الأشرف هذا ابن المشتوب تحدث مع فالروخ شاه بن زنكي بن مودود بن زنكي فخدعه وسوسله يقول فلما صار عنده ابن المشتوب عند صاحب سنجار حسن عنده مخالفة الأشرف فأجابه إلى ذلك فاجتمع معه فاجتمع معه من يريد الفساد لاحظ لأنه متجه إلى الموصل إلى الزنكيين إلى ما يرغب به أو يميل إليه ابن الأثير قال يريدون الفساد يقول فاجتمع معه من يريد الفساد فقصدوا البقعة من أعمال الموصل ونهبوا فيها عدة قرى ونهبوا فيها عدة قرى وعادوا إلى سنجار يعني فقط أريد أن أسأل هل وصلت الفكرة إليكم إنها جاهلية مقننة بعد إسلام هذه هي الجاهلية الحقيقية بعد إسلام يعني كانت الجاهلية في زمن الجاهلية وقبل الإسلام كانت بين أهل البادية وأهل البادية عندهم قيم عندهم تقاليد عندهم أخلاق عندهم منظومة أخلاقية منظومة عربية منظومة اجتماعية الآن صارت بين جاهلية من الجبال من الآفاق من البلدان الأعجمية من هنا وهناك فأي جاهلية إذن هذه أي جاهلية ما هذا المصاب ما هذه الفتن التي وقعت على المسلمين بإمضاء ابن تيمية وإمة ابن تيمية لمثل هؤلاء المارقة الخارجة الأعراب بعنوان الأعراب هناك عندنا الأعراب كانوا أبناء البادية هنا عندنا الأعراب أبناء الجبال هؤلاء لا يوجد عندهم منظومة يحتكمون إليها من أخلاق أو دين أو منظومة اجتماعية يحتكمون لا يوجد لا يوجد شيء من هذا القبيل إنها جاهلية بعد الإسلام وهذه الجاهلية بعد الإسلام هي التي يريدها ابن تيمية لذلك يدفع على الشاب الأمرد ويدفع على الصليب عبادة الصليب وعبادة الشاب الأمرد وعبادة البقرة لأنه يدعو ويؤيد ويؤكد وينصر ويدفع الأتباع أتباع إلى رؤية الإله رؤية الرب رؤية الله إلى رؤية الله كل إنسان بحسب إيمانه فيرون القرد والبقرة والفأرة والفأس والصليب والشاب الأمرد وغير هؤلاء يدفع إلى الفساد يدفع إلى الشرك يدفع إلى الإلحاد وهذه تتماشى مع الأعراب أعراب العرب وأعراب غير العرب هؤلاء هم من يؤسس لهم ابن تيمية ومنهج ابن تيمية أناس أفراد متعطشة للدماء متعطشة للقتل متعطشة للغدر متعطشة لسفك الدماء فأتاها الشرع وأتتها المشروعية من أبن تيمية وأمة أبن تيمية لتبرير هذا القتل ولشرعنت هذا القتل وسفك الدماء فماذا يفعلون سيتمسكون بهذا لهم الدنيا وهي تسير مع توجهاتهم الدنيا تسير مع توجهاتهم وأهوائهم ومرادهم وميولهم يقول فقصدوا البقعة من أعمال الموصل ونهبوا فيها عدة قرى وعادوا إلى سنجار ثم ساروا وهو ابن مشتوب معهم ثم ساروا وهو معهم إلى تل عفر وهي لصاحب سنجار ليقصدوا بلد الموصل وينهبوا في تلك الناحية فلما سمع بدر الدين بذلك سير إليه عسكرة فقاتلوهم فمضى منهزما وصعد إلى تل عفر واحتمى بها منهم ونازلوه وحصروه فيها فسار بدر الدين من الموصل إليه سنة سبعة عشرة وستمائة أي سنة ستمائة وسبعة عشر هجري وجد في حصره فملكها وأخذ ابن المشتوب معه إلى الموصل فسجنه بها ثم أخذه منه الأشرف فسجنه بحران إلى أن توفي في ربيع الآخر إلى أن توفي في ربيع الآخر سنة تسعة عشرة سنة ستمائة وتسعة عشر هجري تسعة عشرة